تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار سلعي الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيدة من السعر الرسمية وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 512 قضية تموينية بمضبوطات بلغت 117 طن وفي مجال الاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط 34 طن وفي مجال عدم الاعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط 63 طن أما في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبط 20 طن أسمنت وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 719 قضية من بينها 66 قضية خبز ناقص الوزن و90 قضية خبز غير مطابق للمواصفات